موسيقى الرئيس الامريكي اكيد لسودان التزام واشنطن باتفاق الاطار الاستراتيجية وابلاسخار تقدم احاطتها امام مجلس الامن الدولار يوسع من دائرة تأثيراته ويصل مراحل مجنونة من الارتفاع ودعوة نيابية لتحويط الازمة موسيقى منظمة اليونسكو تؤشر ارتفاعا مقلقا بنسب الامية في العراق ووزارة التربية ترد الارقام مبالغ فيها موسيقى اهلا بكم والبداية سياسيا اذ جدد الرئيس الامريكي جو بايدن تأكيده على التزام واشنطن باتفاق الاطار الاستراتيجي مع العراق بايدن وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اكد التزام الولايات المتحدة تجاه العراق وتشاور معه بشأن التطورات الاقليمية واثنى على جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله مرحبا بزيارة التي يرتقب وان يقوم بها وزير الخارجية فؤاد حسين على رأس وفدن الاسبوع المقبل واناقش بايدن والسوداني جدول الاعمال الاقتصادية لرئيس الوزراء وخططه لضمان ان يخدم الاقتصاد والشعب العراقي وهي خطط تقول الولايات المتحدة انها مستعدة لتأيدها بالكامل الى ذلك قالت المبعوثة الامامية في العراق جينين بلاس خارت خلال احاطتها التي قدمتها امام مجلس الامن بشأن العراق ان حكومة السوداني تبذل جهودا حثيثة من اجل مكافحة الفسادة واستعادة الاموال المهربة واضافت بلاس خارت ان الحكومة الاتحادية في العراق اكدت التزامها بتسوية المسائل العالقة مع اقليم كردستان شاهدنا التزاما حقيقيا بمواجهة التحديات التي هي مثلة امام البلد بما في ذلك مكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والحد من مستويات البطالة فيما يتعلق بمكافحة الفساد اتخذت الحكومة خطوات عديدة بما في ذلك لاستعادة الاصول المسروقة والتحقيق في مزاعم الفساد المختلفة وشجع الحكومة العراقية على المثابرة وعلى بذل كل الجهود وعلى بناء نظام يخدم المجتمع وليس مجموعة بعينها مع ضمان المسائلة فهذا امر ضروري وهذا يعني ان يحرم من يستغلون موارد البلاد لمصالح ضيقة من ذلك ينبغي ان نكرر ان الفساد في العراق قد تحول الى منظومة على مر السنين وهذا لا يتعلق بفرد واحد او بوقائع بعينها الجهود الحكومية الحالية تستحق الاشادة ولسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للجمهور من نسبة الى العلاقات بين بغداد واربيل فان الحكومة قد اعربت عن التزامها من تسويات المسائل العالقة بين الحكومة الفدرالية وبين حكومة اقليم كردستان ولسيما فيما يتعلق بالنفط والغاز والتشجيعات ذات الصلة من جانبي يأكد المبعوط الامريكي في مجلس الامن الدولي ان واشنطن تشجع الحكومة العراقية على مواجهة التحديات وتحط رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني للوفاء بالتزاماته في حصر السلاح بيد الدولة نشجع الحكومة الجديدة على التحرك بشكل طارئ لمعالجة التحديات الكثيرة التي تواجه البلد ان الشعب العراقي يستحق الفرص الاقتصادية والحكمة الفعالة ونحن نصعى الى دعم جهود رئيس الوزراء لكي يحقق اهدافه للقضاء على الفساد وتحسين تقديم الخدمات العامة وبشكل خاص توفير الكهرباء نشجع ايضا الحكومة على تعزيز تطوير الكتاع الخاص وخلق الفرص مع زيادة مشاركة المرأة في الكوى العاملة اكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي ولجان المشتركة بين البلدين وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان السودان استقبل بن فرحان والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وضف البيان ان السودان تطرق الى العلاقات التي تجمع البلدين واهمية ان تنعكس بشكل ملموس على الواقع البلدين وذلك باطار تعاون على مختلف المستويات والصعود رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والاخر اكد لوزير الخارجية السعودي ان البرلمان يدعم الحكومة العراقية واتفاق التعاون الثنائي بين بغداد والرياضة وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان الحلبوسي بحث مع فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار والتأكيد على اهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي العراقية واللجان المشترك بين البلدين وكان وزير الخارجية فهد حسين قد عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره السعودية مؤكدا اهمية هذه الزيارة التي تأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات وبظروف حساسة لافتا الى ان بغداد ورياضة يعملان معا لتخفيف حدة التوترات الموجودة في المنطقة وحل المشاكل من طريق السلم والحوار العلاقات الثنائية بين الطرفين تطورت في مجالات مختلفة هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة حول السياسة النفطية وحول التنسيق بين البلدين ضمن اطار اوبك واوبك بلاس هناك تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري ونتطلع الى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة السعودية او من خلال الشبكة الخليجية من جانبها اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان هناك تطور ايجابيا كبيرا في العلاقات مع العراق بن فرحان اضاف ان المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية لتأسيس الاقتصاد والاستمرار بنمو البلد مشيرا الى ان العراق يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار في المنطقة لا شك ان لن نحقق هذه المستهدفات بدون منطقة امنة ومستقرة وهنا يلعب العراق دور اساسي ومهم في تعزيز هذا الاستقرار ونا اعمدوا سويا بتنسيق وثيق مع عليكم لدفع عملية الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار ومن خلال تعزيز المصالح المشتركة ومعالجة اي اوجه خلاف وهذا مهم جدا لان لا بدون الاستقرار لن نستطيع ان نحقق الرخاء الذي نسى اليه فالحقيقة المنخرطون سويا في هذا العمل واشار معاليه الى استضافة المملكة القمة العربية ان شاء الله هذا العام وهنا تهدف المملكة الى الحقيقة تحقيق دفع جديد في العمل العربي المشترك اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني ان المرحلة الحالية بوابة للاصلاح الاقتصادي السوداني خلال ترأس اجتماع الاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف شدد على ضرورة وضع تقييم لعمل المصارف ودعم الحقيقية منها والتي نفذت متطلبات البنك المركزي لفتن الى ان بعض المصارف ومكاتب السيرة فلا تحقق الاسهام المرجو في ترسيخ سياسة مالية وطنية منتظمة وحقيقية وخلال ترأسه اجتماعا مع عدد من القادة الامنيين وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني بالقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ومصادرة الاموال المهربة واخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق وذكر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسوله ان السودان اكد على انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعمل على وفق السياقات المصرفية القانونية داعيا الى تسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الاجنبية ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الاجراءات هذا وتواصل اسعار صرف الدولار ارتفاعا رغم الاجراءات التي تم فرضها من قبل البنك المركزي العراقي اذ شهدت الاسواق المحلية تسجيل اسعار بيع بلغت 174 الف دينار لكل مئة دولار فيما سجلت اسعار شراء اكثر من 173 الف دينار عدى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد اقرار الموازنة خطوة مهمة نحو اعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد رشيد قال ايضا ان المضي نحو اقرار الموازنة سيسرع من وطيرة العمل الحكومي الرامي لتطوير القطاع الخدمية وانهوض بالواقع العمراني في المحافظات التي تشهد تراجعا كبيرا في الخدمات المقدمة من دون ميعاد لارسالها الى البرلمان لا تزال الحكومة تواصل وضع اللمسات الاخيرة على مسودة الموازنة ويقدر مختصون ان يستغرق القانون اكثر من شهرين كحد ادنى لتمريره في البرلمان بتأويلات نام مختلفة تذهب اسباب تأخير مشروع الموازنة المالية بعد ان فندت جميع التوقعات بشين ارسالها الى البرلمان خلال هذا الاسبوع تأويلات نية تجسد ابرزها بعدم قدرة الوزارة المعنية حتى الان على انضاج استراتيجية اقتصادية تتماشى مع مطلبة الوضع الراهن الامر الذي اثار استغراب اقوى النيابية لضبابية التعاطي الحكومي مع هذا الملف لا زالت لحد ما نعد الحكومة وبالتالي ننتظر انه ترسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب وتعرف لربما هي هالمشكلة انه نريد بالضبط نستوضح بصورة مباشرة نسمع من قنوات الاعلام لكن ما عدنا في الصورة واضحة حتى الكتب الرسمية وغيرها والطلبات التي نرسلها لاسف ما يأخذ بها ننتظر ارسالها من قبل الحكومة للنظر بها كموازنة 23 تخفيضه السعر صرف الدولار امام الدينار وتثبيته الى ما دون الرقم المثبت في الموازنة السابقة تأويل اخر يذهب اليه مراقبون اقتصاديون لا سيما مع تصريحات رئيس الحكومة مؤخرا حول امكانية استحداث ذلك الا ان الامر مرهون بالامكانية العراقية في التفاوض مع البنك الفدرالي الامريكي هناك تلويحات وتلميحات وتصريح من سيد رئيس الوزراء بانخفاض الدولار بعد اقرار الموازنة اقرار الموازنة لحد الان ما متفق عليها هناك ارخاصات كما تعلم زيارة الوفد اكيد ستحقق نجاحات لان الوفد اكيد ذو حنكة ودراي بالوضع الاقتصادي وما يجري بالعراق واذا ما ارسلت الحكومة هذا المشروع فان اللجنتين القانونية والمالية البرلمانية تحتاج الى اكثر من اربعين يوما باحسن التقديرات لينضاج مشروع الموازنة قويلا التصويت عليها وبعد جملة ارهاصات خيمت على المشهد الاقتصادي خلال المدة الوجيزة الماضية ترهن كل مخرجات الحلول لما بعد زيارة الوفد المفاوض الى واشنطن والبحث في قضيته الدولار بصدر الوشأ الرابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هذه المحافظة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسبب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنظمة في القناة اشتركوا في القناة مؤكداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بخطوات اشتركوا في القناة 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 الدولة المتعالينة على القانون بدون دعم سياسي لا يمكن تحقيق عملية محاربة الفساد هذه نقطة مهمة وجوهرية قلت لك أن الفساد هو فساد سياسي في بعض الأوجه هو فساد سياسي وآلية محاربة هذا الفساد أو الحد منه على الأقل تحتاج إلى أجماع وإلى أن يكون هناك إرادة عراقية وطنية بهذا الخصوص إصلاح الواقع الإداري والمالي يتطلب صرامة وقوة في التنفيذ وما تبنته الحكومة وضعها أمام اختبار صعب يترقب الجميع إلى نتائجه كيف ستكون استمرار كبح الفساد وملاحقة المتورطين بسرقة المال العام خطوة عملت عليها الحكومة الحالية وحققت من خلالها نتائج واقعية وفي المقابل إدامة الدعم السياسي للسودان سيمنح له المساحة الوافية للقضاء على الفساد بأشكاله المتنوعة أحمد ليث بغداد الرابعة أكد وزير صناعة والمعادن خالد بتالاً العراق بيئة آمنة للاستثمار في مدع شركات العالمية إلى القدوم للبلاد بتال في مؤتمر صحفي ذكر أن هناك تقانيات قديمة تعتمد عليها الوزارة في بعض المصانع مما جعلها غير قادرة على المنافسة في السوق مؤكداً السعي لتطوير الصناعة وجعلها تنافس في الأسواق وتطور الوضع الاقتصادي وأشار بتال إلى أن الحكومة ترعى القطاع الخاص وتوفر لهم جميع التسهيلات بالسنتين الماضيتين كان هناك محاولة من وزارة الزراعة ومن وزارة الصناعة في الحكومة السابقة للتعاقد مع بعض الشركات في المنطقة لإنتاج المرشات في العراق ولكن للأسف هذه الجهود لم تضي إلى شيء بسبب طلب تلك الشركة بأن تكون هناك ضمانات لشراء جميع المرشات المنتجة وهذا غير ممكن ففي نفس الوقت الذي تدعم الحكومة الفلاحة وتقدم له الزعم يجب أن تكون هناك منافذ للقطاع الخاص وأن لا يبقى القطاع الزراعي معتمداً بشكل كامل على الدعم الذي تقدمه الحكومة أعلن وزير النفط حيان عبدالغني أن مجموعة أوبكي بلاس قررت الإبقاء على اتفاق انتاج النفط دون تغيير وقال عبدالغني أن الاتفاق الذي تم الإجمع عليه في شهر التشرين الأول الماضي نص على خفض انتاج المجموعة مليوني برميل يومياً أي قرابة 2% من الطلب العالمي لافتاً إلى أن القرارة تخذ دعماً للسوق النفطية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية إذ بلغت نسبة خفض انتاج العراق 220 ألف برميل تم عقد اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج لمنظمة أوبك وتم ذلك من خلال الفيديو كونفرنس أو عبر الدائرة المغلقة والحقيقة تم التأكيد على ما دار على مقررات الاجتماع رقم 33 الذي عقد في أكتوبر عام 2022 وما جرى في هذا الاجتماع هو مناقشة هذه المستويات التي قررت في ذلك الوقت وهو تخفيض معدلات الانتاج خصوصاً بالنسبة أنه كجانب عراقي أنه تخفيضها بمقدار 220 ألف برميل باليوم تماشياً مع حصص الانتاج لكل بلد ضمن منظمة أوبك هذا التخفيض أدى إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة والتي حقيقةً عززت موارد الدولة العراقية خلال الفترة السابقة من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية سومو علاء الياسري أن العراق استثمر نسبة الخفض في تخفيض الاستهلاك الداخلية ونجح في التقليل من تأثيره على إراداته المالية مؤكداً أن تقارير أوبكي بلس أشارت إلى التزام العراق بمستويات خفض الانتاج ترجمة نانسي قنقر عربياً ودولياً أعلن حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة أن بلاده سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكية اعتباراً من أولي من شباط وقال سلامة أن هذا الأمر سيمثل خفضاً نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظلت دون تغيير لمدة 25 عاماً مشيراً إلى أن التغيير سيطبق على البنوك وسيؤدي إلى انخفاض رؤوس الأموال للمؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019 إلى عنوين النشر الرئيس الأمريكي يؤكد لسودان التزام واشلطن باتفاق الإطار الاستراتيجية وأبلاس خارت تقدم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولار يوسع من دائرة تأثيراته ويصل مراحل مجنونة من الارتفاع ودعوة نيابية لتحويط الأزمة منظمة اليونسكو تأشر ارتفاعاً مقلقاً بنسب الأمية في العراق ووزارة التربية ترد الأرقام مبالغ فيها كانت هذه نشرة أخبار الرابعة للمزيد من الأخبار ويبدأ الأرأي والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة شكراً لكم